خبرهم ماليا الهام حكومة مين اللي تحميني دي هي لاجي اللي يحميها حمزة الخياط هو اللي حامل حكومة ياما قال كده وتوجه للحمام وقبل الباب بصوت عالي فاتكلمت وعد بغل ونفاذ صبر شايفة يا طنت تصرفاته طريقته ربك الحافظ يا بتي وعدة حمر وشها وحست بقلم بسيط مالك يا وعد فيك ايه مش عارفة يا طنت فيه وجع في ظهري طب افرد ظهرك يا بتي وارتاحي هنزل اعملك حاجة سخنة ده في بطنك قلم فزيح في بطني يا طنت مش عارفة ده من ايه ريحي ريحي افرد ظهرك يا بتي وساعدتها الهام عشان تزند ظهرها فاتمددت وعدة على السرير والهام قعدة جنبها يجي عشر دقايق كان خرج فيهم حمزة وهو لابس جلبيته البيضة وبيصفف شعره انت لسه هناك يا الهام تعال اقعد جار مرتك على بال ما اجيب لها حاجة تشربها مالك يا وعد حاسة بايه اطلب لك الحكيم لا بس خليك جنبي يا حمزة عشان خطري انا حاسة ان تعبانة جدا حضانها حمزة بحب ودفء سلامتك يا جلب حمزة وبالفعل نزلت الهام عشان تحضر مشروب دافيه واتكلمت وعد بتوصل خلي بالك على نفسك يا حمزة عشان خطر أولادنا احنا ملناش غيرك انا جنبك يا جلب حمزة ومش هسيبك اطمن انتي بس وبعدين العيال دول تعبين كله اه شوية بس أبوهم اللي تعبني أكتر ما عاش ولا كان اللي يتعبك يا جمر انت وعد بلعت رئها حمزة ايه أخبار رامي بن عمي ما بلها السيرة العكرة دي يا وعد انا هتجنن او ما المين اللي بيهددك طول الوقت يا حمزة ده جبان ما يتخافش منه بزمتك عمرك شفت رصاصة بتستأذن الجتيل قبل ما تقتله خافت وعدة أكتر وتمسكت بتراعه حمزة ما تقولش كده انا ممكن اروح فيها انا جنبك يا جلب حمزة ما تجلجيش عليا وبعدين روج يجدها عشان فيه ضيوف جايين هيجودوا عندنا كام يوم لازم انتكوني في استضافتهم عما في قودة فريال فسحيت من نومها وكانت بتتجول في تليفونها وبتبص على الأخبار يا دي قضايا تهريب الأثار اللي مش هنخلص منها كل يوم والتاني بنسمع أخبار زي الزفت اما نشوف النهاردة مين قتل مين عشان حتة أثار كان الحوار داير ما بينها وبين نفسها وقطع جولتها الإلكترونية صد طرق على الباب ادخل ستة هنم حمزة بيها عاوز حضرتك في قطه طيب قديني جاية هو قامت فريال من مكانها وغيرت هدومها وتوجهت لقودة بنتها خير يا حمزة يا ابني حصل ايه ومالك يا وعدم تكلبشة فيه كده ليه تعالي شوف حل مع بيتك يا حماتي ناجس أحلف له على مصحف عشان تصدق ان عندي معاد مهمة مع سيادة اللوة ومش راضي تسيبني مالك يا وعد ما تسيبي جوزك لشوف شغله يا بنتي انتو مش حاسين بيا ليه وهو أعداءه بقيه في كل حتة والبي ولا على باله وانت ليه مش مصدق ان العمر واحد والرب واحد يا وعد وانت ليه مش مصدق ان روحي هي روحك يا حمزة فريال قعدت جنبي بنتها خلاص يا حمزة روح شوف معادك وانا هقعد معها وكانت وعدها تتكلم بس فجأة جيه حمزة وبسها عليك بينها وبعد عنها شوية وتكلم هو والله ما انتي جاي لكلمة ساعتين زمن وحتلاجيني فوق راسك ولسه هتتكلم اطحها مرة تانية ايه ساعتين بس وراش عقولنا ساعتين بس يا حمزة طب بزمتك حمزة يقدر يتأخر عنك اكتر من ساعتين وابتسمت فريال على الطريقة اللي بيسرق بيها عقل وقلب منتها وافتكرت زوجها الغالي وطريقته معاها وحبه ليها يلا يا حمزة سيبك من دلع البنات ده ووقتها دخلت الهمه معاها الخادمة اللي كانت شايلة الفطار اه مفيش دلع اكتر منك ده واكله لحديت السرير كمان ايوة يا عم ومين كدك انت من حق الجميل يتدلع زي ما هو عاوز خلوا بالكم منها ومش هعاوض يحميك لشبابك يا ولدي تؤمريهم يجاهزوا قضة الضيوف يا الهم عشان فيه ضيوف وشكلهم مطولين حبتان هي مرض خالك وعيالها جايين الليلة انسي اللي فات يا الهم دول مهما كانوا ملزومين من نينا فتك بعافية وفي السجن عندي نجوة انما قوليلي يا بيت لسه ست شكرية دي مردتش عليكي بالهداوة كله بالهداوة والله هنشاك فيك وفي شكرية دي كمان وشكلكم هتلفوا حبل المشنجة حوالي رجبتي لا عاوزاك تطمني وتحطي في بطنك بطيخة صيفي وبنسيبه ونروح لحمزة اللي كان وصل لمكتب اللوة نشأت وفضل مستنيه يجي نص ساعة لحد ما جات الفرصة عشان يقابله فدخل حمزة وتكلم معالي الباشا اخبارك قام اللوة من مكانه وهو بيرحب به الاسم كله نور اتفضل اتفضل وقاسفين عالتأخير احنا عطلناك يا باشا وبدأ معالي اللوة يتكلم معه يجي نص ساعة وبدله حمزة بالرد لحد مشتد ما بينهم الحوار بس مضطر اتوافق يا حمزة وإلا هيكون موقفك حرج وساعتها حتى الجيش اللي كنت بتخدم فيه مش هيقف معاك افكر سيادتك بس انك بتتكلم مع حمزة الخياط لتكون نسيت حمزة ده امر وامري جاي من فوق كمان وانا اللولة شاكر لأفضلك وسيادة رئيس الوزراء بنفسه بيعملك الف حساب ما كنتش زمانك قاعد قدامي دلوقتي معاك حج كان زماني جاعد في بيتي ومرتاح اخر راحة قال جملته وهو بيسخر من كلامه معاك وقت تفكر وإلا هتصرف بطريقتي ده شغل ومشكلة رأي عام يا بيه ولا شكل بعدك عن منصبك نساك القانون ومش حمزة الخياط اللي بيشتغل تحت امر حد حتى لو كان الحد ده ما عليك عن اذنك اصلاه مراتي مستنياني وقام حمزة من مكانه بشموخ مش طبيعي وتعصب اللوة نشأت وتكلم بديه افتكر انك كده غلط وبتلعب بالنار يا حمزة ما ردش حمزة وخرج من مكتبه والفران بتاكل في رأسه بسبب اللي سمعه من سيادة اللوة وجاله تليفون جديد من جيسي خير حصل جديد؟ ليه عم تحكي معي بهيد الطريقة حمزة بيه؟ جولي متصلة ليه؟ لسه تسوق مواصل قلت بكلمك وبشوف اذا فيه مشكلة غمط حمزة عيونه وكان بيحاول يتحكم في اعصابه ورد بنبرة حده وهو بيسوق عربيته ده جايج وهيكون عندك استبري بس هننزل المقبرة امتى؟ لحظتها فارمال حمزة عربيته واتسعت عيونه بغيز اظن ان التليفون مش مكان للحديد ده واقسم بالله لو سمعتك عتفتحي خشمك تاني في الموضوع ده لطفنك مطرحك وقفل التليفون في وشها واتغازت جيسي بسبب كلامه وتوعدت ليه مسيرك تيجي وتركع تحت رجلي يا ابن الخياط وتنفس كل طلباتي وساعتها مش هرحمك مشان اللي يتقال عنها نزوة وراحت لحلها هتفضل ساكت كده كتير مفيش حتى شكرا قالتها سمية وهي بترمي الأوراق اللي في ايديها على الطاولة المجورة الرامي اما رامي فكان بيشرب سجارته وهخرج ميتة من هنا فسحبت سمية السجارة من ايده وهي متغازة ورامتها في الارض وداست عليها سيب دي وقمح لأدقنك يا رامي وفوق لنفسك ولو على خروجك كلها كام يوم وبس على بال ما اجراءات المحكمة تخلص والمحامي يقنع المحكمة بالنقد وهنطير كلنا من هنا وفجأة وقف رامي قصادها وقرب منها اكتر وانتفضت سمية بسبب نظرة عيونه اما رامي ففاجئها ببوسة عنيفة مليانة بالغل والسخط بعد ما احكم قبضت ايده عليها فاتفزعت سمية بسبب تصرفاته وبعدت عنه شوية انت تجننت؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ايه؟ هي اول مرة حد يجرب لك ولايه؟ ضربته سمية بقوة على خده وتبادلوا الاثنين نظرات حد ما بينهم وتحركت سمية ومسكت شنطتها وكانت هتمشي فاتكلم رامي بسخرية يلا كلها ايام وهتكوني مرتي ونتفاوض على راحتنا ونتأكد من حوار اول مرة ده اتوقفت عن خطاها فجأة وبصت له وتكلمت بنبرة مليانة حزن وقلم خليك فاكر انا مش مجبرة ان اخرجك من هنا ولا مجبرة ان اقعدك في مكان زي اللي انت قاعد فيه وسبته وخبطت على الباب عشان يفتح ليها العسكري وبالفعل مشيت اما رامي فاتكلم بتوعد انا بس اخرج من هنا وهنسفك انتي والكلب بتاعك وبنروح لحمزة اللي رجع لبيته مرة تانية وطلع لقطه بسرعة عشان يشوف حبيبته واللي كانت زي عادتها رفضة تاكل فاتكلمت الهام وهي متضايقة اقول لكا انت مش عاوزة تاكل انت حرة انما تعزي بعيال ولا دي معاك مش هسمح لك يا وعد يا وعد انتي ولا فطر فطرتي ولا غدا كمان يا بنت اسمعي الكلام وبطل يعنات مش هاكل يا ماما الا ما حمزة ييجي وحمزة جالكة هو هي ستي خبرهم مال صدقم جايب للغفر وقتها اتسعت ابتسامتها وردت الروح لقلبها ورجعت الدموية في جسمها بمجرد ما شافته جل مرتك دلحة الميرك ده ما ينفعش عشان انا جبتها اخر منها يا حمزة واها عاد انا مرتي تتدلع زي ما هي عاوزة لو ما كانتش هي تتدلع مين اللي هيتدلع عاد يا الهام وعد رفضة تاكل لحد لما ترجع يا حمزة حمزة قعد جنبها ولف دراوة على كتفها وبصلها بنظرة عتاب الكلام ده صحيح يا وعد قلتلي ساعتين ورجع يا حمزة عدى اربع ساعات ويدوب ساعتك مشرف هم لا دي عندنا بقى يلا عاد يا الهام منعط الكيشنتي وحماتي وانزلوا شوفوا اللي وراكم ونسبوني اصالح مرتي وصلح المصيبة اللي انا مهببها دي وقتها الهام حسد بالغيرة على ابنها اللي كبر ما بين ايديها طب يا اخويا والله ما حد مدلحها غيرك وكمان خليها تلبس الفستين دي بدل البنطلون اللي هي لبسها ده وكاتم على العيال حمزة وقتها لاحظ غيرتها وقاموا بس رأسها وتكلم بحب هو انا قلت لك جابلك ده اني عحبك جوي يا الهام ما تجلجيش كل اللي عاوزها اعتبره حصل اتسعت ابتسامتها ونسيت الدنيا انت كبدي يا حمزة ربنا يحفظك لي يا ولدي اسيبك بجه يلا يا ام وعد نسيبهم يتصرفوا مع بعض ومشيوا لا اتنين بالفعل وقفل حمزة الباب وراهم وبصل حبيبته اللي كانت بتبصله بنظرة طفولية الهام عد غير علي منك جوي يا وعد فبلاش دلع زيادة جدامها الله حمزة انا عاوز ارجع بيتنا بقى وابقى على راحتي اكتر من هنا انا مش هارف اقود معك على راحتي حتى وانا يا ست النهار ده كل ملكك ها نبدأ منان قال جملته وهو بيقرب منها عايزة اكل عشان جعانة جدا محدش هيوكلك غيري يلا افتح بجد وفتحت وعد بقها وهي مبتسمة على طريقته وبدأ حمزة يأكلها بيده بس تراجع في اخر لحظة وبسها على شفيفها بحب فبعدت عنه شوية بطل بقى والله جعانة بجد واللهي وانا جعانة اكتر منك بجد دي يعني وفي نفس الوقت ده وصل السواء اللي بعته حمزة عشان يوصل اهله من برسعيد وجم كلهم ودخلوا للأسرة واولهم منا بانتخاله اللي اتكلمت بدلع ازايك يا طنت الهام انقبض قلب الهام بمجرد ما شفتها واستغربت في ريال وقتها مين دول؟ دول عيال اخوي ودخلت ساميرة صاحبة القوام الممشوء والزينة احدى الصيحات الموضة عندها ستين سنة واللي شوفها ما يدهاش اكتر من تلاتين سنة ازايك يا الهام ايه ما بتسألش ليه يا اخت الغالي وسامح دخل مع اخته كبيرة نعمة والله ليكي وحشة يا عمتي ازايك باركل سامح يا الهام بقى دكتور عزام قد الدنيا كلها واخدها من امريكا اه يا اخت دكتور لنفسه وعلى نفسه محدش هياخد منه حاجة ربنا يكفينا شره ولحظت في ريال طريقة الحوار اللي دايم ما بينهم واللي واضح جدا ما بينه في غل وكورها عميق فاتكلمت وقتها نعمة اه ماي فين ميزو اه قصدي حمزة يعني طب ايه هتفضلوا واقفين كده كتير اتفضلوا قعدوا هو اللا ايه يا ست الهام الهام وهي بتجز على سنانها اتفضلوا اتفضلوا اجري يا بيت نادي على سيدك وسيد الناس كلها حمزة بيه الخياط ولدي والحد هنا تكون خلصت قصتنا يا احلى متابعين في الدنيا بحالها اقولولي رأيكم فيها في الكومنتات وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك واستنوني في قصص تانية كتير بحبكم اوي مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة